في طار مكافحة الجريمة بشدة أنواعها تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف ثلاثة أشخاص مجتبه بهم في قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية من أجل البيع في طار جماعات إجرامية منظمة قضية الحال التي كانت تحت الإشراف الدائم المستمر للنيابة المختصة إقليمية تمكنت خلالها عاصل الفرقة من حج 37.5 كيلوغرام هندي 347 قرص من المخدرات الصلبة سبح هواتف النقالة مركبة سياحية بعد استكمال إجراءة القانونية المعمول بها في عد الشان سوف يتم تقديم المشتبه فيهم أمن والجهات القضائية المختصة إقليمية